نحن ذاهبون إلى موتنا هذا لسان حال اللاجئين السوريين في لبنان الذين حددت السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل موعدا لبدء عودتهم إلى بلادهم على دفعات لا تفاصيل في الخطة التي أعلنها الرئيس اللبناني ميشيل عون وحدد ساعة الصفر فيها غير مبال بتحذيرات المنظمات الأممية والحقوقية وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لأنها لا تيسر ولا تدعم عمليات الإعادة الطوعية واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا قرار تزامن مع حرائق استعارت في عدة مخيمات للاجئين السوريين وآخرها مخيم الوفاء العماني للاجئين في عرسال حيث أضحت عشرات العائلات بلا مأوى في ظل عجزها عن إطفاء الحريق مع نقص المعدات والمياه التي أصدرت الأمم المتحدة قررا بتخفيض كمياتها الواصلة إلى المخيم ويقول اللاجئون السوريون أنهم يعيشون مرحلة جديدة من التهجير حيث يبيتون في بيوت معارفهم بانتظار أن يبدأ الأمن العام اللبناني بإعادتهم ويرت يار العوني ومن خلفه حليفه حزب الله أنهم في لحظة سياسية مواتية للعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا سيما في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا فضلا عن موجة التطبيع المقترحة من عدة دول مع النظام السوري إضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود التي حولت حزب الله من عدو لإسرائيل إلى شريك تجاري لها بمباركة أمريكية على أرض الواقع تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد جزء في سوريا آمن لعودة اللاجئين بما في ذلك دمشق أو محيطها وأن الأشخاص الذين غادروا سوريا منذ بداية عام 2011 معرضون لخطر حقيقي يتمثل بالاضطهاد والقتل والإخفاء القصري عند عودتهم